جايحين انا واختي اليوم نجيب اغراض نعمل شوبنج نشتري اغراض للبيت فخليكم معنا وشوفوا شو رح نشتري وكمان خود الفكري عن الاشياء الموجودة والاسعار وكل اشي خليكم معي بالفيديو وبتمانئ انو يعجبكم اذا عجبكم حطولي لايك واشتراك وما تنسوا تدعموني لحتى اكبر قناتي اكتر واكتر وهينا هلأ وصلنا على المحل بس بدنا نصوف هلأ هيك احنا فتنا وبلشنا بقسم الشبسان هنا ناخد الزبيب حناخد الزبيب باصفر وهي الزبيب الاسود بس حسيتو ناشف شوي اخترنا واحد من الاصفر بحس اللولوهاي برماركت عندو اشياء غريبة دايما نشوفو ايش ميسونا شكلهم كتير منعح بيجي هونه عالي الالياف شكله اشي كتير حلو هاي الفوائد تبعتو وهذا بالشوفان وهذا بالشعير انا كتير بحب الاشياء اللي هيك صحية وهذا اشياء كلها بروتين كراكرز بالجبنة تبزيت الزيتون حلو خلينا نكمل نشوف شو بدنا ناخد وهلأ وصلنا عندي الفواكه هذا تمر هندي هيك شكله بيجي من برا هلأ تمر خلينا نشوف شو بدنا ناخد كمان في هذا تفاح صغير من جنوب افريقيا ثنين كيلو عملين عليه بعشر درهم رح ناخد هلا هلا اخدنا موز وكمان تفاح فضره لسمز ناخد جزر عشان بدنا نعمل شربة جزر وقرع رح اصور لكم طريقتها ان شاء الله موز موز لأ هون اجينا ناخد البطاطا هاي البطاطا الموجودة الأنواع موز 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 هون عقسم الورقيات تفاح موز 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 رح موز موز هاي شوفو حلو الترتيب تباها بس الكفتة رح يعملنا اياها هو بالخلطة تبنتا هدولا شي جائع الكورنر كله اشياء غريبة بس هون مكتوب على الطريقة الفيذبينية فشكله اشياء لا اهل الفيذبين تفرجوا هاي انشلادة شكل نزلتلكم انا طريقتها عندي بالقناة من قبل شيها جاهزة بس هي كتير سهلة ولزيزة بصراحة فيفا هيتا نايس بحب هيك الاشياء السريعة وهي اشياء السوشي هاي هون قسم الاسماء انا هاي اللي بحبها الدينين وكمان بحب السالمون وهلأ بقسم المنظفات القسم اللي كلنا منحفه جيبي للا وهيك خلصنا من قسم المنظفات حاولت اصور لكم قد ما بقدر الاشياء الموجودة فيه وخليكم معنا اللي نروح على المكان التاني اخذنا من هاد اعملين اوفر عليه بيجي خمس علب في عشرة ريال اي عشرة ديرها مصري انا ما اخذي على ريال مو ديرها هلأ كمان اخذت عدس من عند البقوليات اخذت عدس لشربة العدس شواما وكمان هلأ من البهرات من هنا كركم مش عارفة شو ناخذ هلأ هنا تكملت قسم البهرات هاي شكله بهرات هندية توقع بهرات بيد بهرات حيدر أباد دجاج فلفري يعني اكلات غريبة هلأ هنا قسم الماكرونات شوفوا الانواع والأسفل وقسمت من السعر احجيت اخذت زباد يناني لسنا بس رح اجيبه هم يريدون زكر خلينا نطوير عليه هلأ راجعين على البيت شوفوا الأجواء بعد العاصفة اللي كانت والمطار الأجواء كتير حلو رجعب صيف